موسيقى رحمة الله وبركاته ازايكم يا برايما ريفور اهلا بكم في سيشن جديد على قناتي قنات مسلمية عاملين ايه ذكرتوا البارت 1 في الكونسبت 3-2 ان شاء الله تكونوا ذكرتوه ويكون سهل بالنسبة لكم احنا اخدنا المرة اللي فاتت طبعا بارت 1 وسريعا كنا بنقول ان احنا طبعا عندنا الفيول هو any substance produce thermal energy when it burn يعني ان الوقود هو اللي بيطلع لي thermal لما بيحصل burn بيتحرق وبعد كده بدأنا نتكلم على when fuel burn inside car engine produce thermal convert into kinetic cause the car move يعني ان الوقود بيحصل له burn بيطلع لي thermal وي الثيرمل بتتحول لي كاينتك والكاينتك بتخلي الكار موف تمشي وبعد كده قلنا بقى انواع الفيول وقلنا ان احنا عندنا البايو فيول اللي هو طبعا from plantes تمام وي زي example الwood والتشاركول والجراس والكارن وي الwood chaps وي اتكلمنا على الفاصل فيول وقلنا طبعا انه زي اللي هو from remain of بقايا plant والانيمال when bird لما بتتدفن and decompose for long time وتتحلل على مدار السنين وقلنا ان انا عندي حاجة اسمها renewable we non-renewable resource وقلنا ان non-renewable هي used faster than can replace يعني اللي دايما نستهلكها اسرع ما يتم استبدالها في الارض وطبعا ده example اللي هو الايل طبعا لانه هو بياخد ملايين السنين على انه يتكون فبناخد فترة طويلة جدا على تكوينه واحنا بنستهلكه بطريقة اسرع وقلنا ان الwater renewable لان هي طبعا natural materials replace soon after it used يعني نستهلكها بسرعة يعني بتجدد تمام بنفس سرعة استخدامها طبعا لو في اي حاجة ممكن نتابع البارتل او الفيديو بتاع البارتل اولاني اللي هما بيبقوا عايشين في المارين اللي هما الدد مارين اللي هي الكائنات اللي ايه البحرية فلو انا حابة لاتب الباكتشورز اللي قدامي دي بقى اول صورة طبعا هي داست المارين بيموت الكائن البحري وبعد كده بيحصل له الريمين بتاعته بتيحصل لها bird بتتدفن and decompose under sediments يعني بتتحلل تحت الصخور اللي هي الترصبات يبقى دي تاني واحدة واخر حاجة طبعا احنا عارفين by effect of extreme heat and pressure يعني بفعل الحرارة والضغط الريمين بتاعت المارين دي بتتحول لقيل وناتورال ايه وناتورال جز يبقى دي تالت صورة يبقى احنا عارفين ان المارين ده زين برد under sediments بتتدفن تحت السخور الترصبية اللي هي بتبقى ترصبات اللي تحت المية وبفعل حاجتين مهمين جدا لازم نبقى عارفينهم كويس heat and pressure حرارة وضغط طبقات الارض على living organisms اللي مات يبتدي يتحول للأويل وناتورال جز طيب بيقول لي بقى هنا ايه سؤال لطيف جدا living without without electricity هل احنا نقدر نعيش من غير الالكتوريستي والله يعني نفكر قال لي ايه بقى قال لي ان انا عندي الفاصل فيول ساتش از الناتورال جز والأويل ده احنا عارفين انهم non renewable energy resource طب انا بستخدمهم تو ايه تو جنيريت الكتوريستي بنطلع منهم الكهرباء طب انا مقدرش اطلع الالكتوريستي من غير من الاويل والنتورال جاز ادور ادور التوربنز مثلا بالاويل والنتورال جاز بس لأ ده فيه برضو عندي ممكن اطلع الالكتوريستي from الويند والووتر اللي هو الهايدرو باور اللي هو الطاقة المائية عن طريق طبعا زي مثلا عندنا الهايدام اللي هو السد العالي تمام كده اذا الناتورال جاز والاويل والويند والووتر كرنوبل يعني طاقة نظيفة عندي طيب قال لي واتفر بقى ايا كان مصدر الالكتوريستي او الطاقة بتاعتي سواء رنوبل او نون رنوبل لازم انا اعمله كونسيرف يعني ايه كونسيرف يعني اوفر معودش اصرف في استخدام الطاقة طب اعمل ايه قال لي تورنينج اوف لايت نفس يعني انا مش محتاجة الكهرباء افصلها نشد فيه شد ال ايه ال devices بتاعتي when they not use يعني انا لو مش بستخدمها تمام كده افصل الكهرباء طيب تمام جدا قال لي فيه مثلا الالكتوريك كورنت بتاع القط النور قطع هنعمل ايه انا ممكن استخدم using a candle او writing with pen مثلا and paper instead of a computer ما انا مش هقدر شغل الكمبيوتر بق so we conclude ان الالكتوريك انرجي very important الكهرباء مهمة جدا لحد so we must or we should conserve المفروض ان احنا نحافظ عليها طيب ده كلام جميل يجي بقى يوريني جهاز جميل جدا اللي هو ازاي الفصل فيول بيعبل جينيريت لي الالكتوريستي قال لي انا بستخدم الجازولين او الناتشورل جاست وقبريت كار احنا عارفين الكلام ده من قبل كده بستخدم الايل والكول والناتشورل جاز تمام جدا طب ازاي اطلع بقى الكتوريستي من الايل والكول والناتشورل جاز جي جاب للدفايز الجميل اللي قدامي ده تمام وقال لي ايه انا دلوقتي حبص حشوف ازاي بنطلع جينيريت الكتوريستي فرم فصل فيول لما يحصل بيرند محط التوليد الكهرباء اولا انا بحط الفصل فيول اللي هو مثلا كول تمام كده فيحصل الفيول يحصل بيرند يعني يتحرق بروديوس ثيرمال انرجي ويطلع لي ثيرمال انرجي يبقى اول حاجة فيول بيرند بروديوس ثيرمال انرجي الوقود هيتحرق ويطلع لي ثيرمال انرجي وبعدين قال لي الثيرمال انرجي دي بستخدمها في هيتنج الووتر اللي ماشي في ال التيوبز اللي قدامي دي يبقى ثيرمال هيت ووتر الووتر لما يحصل هيتنج تطلع ستيم اللي هو البخار البخار ده لي قوة دفع فبيبتدي الستيم ده يعمل لي بيمشي في البيب اللي هي الانبيب اللي هو مين التوربين يبقى اول حاجة انا حطيت الفيول الفيول بيرند اتحرق طلع لي ثيرمال الثيرمال عمل تهيت للووتر الووتر طلع ستيم اللي ستيم بتمشي فين بتمشي في ال ال التيوب اللي قدامي دي يعني الستيم لما بيحصل لها هنا تبتدي تمشي فيه التيوب اللي هو ستيم بقى ده دخانه طيب والستيم يعمل ايه قوة دفع الستيم اللي هو البخار بتبتدي تحرك التوربين تمام كده طيب وانس بقى ان التوربين بتاعي تحرك تمام هيحصل انه هيبتدي يتحرك فهيتولد عندي قيناتك القيناتك دي هتتحرك الالكتريك وانا طالما طلعت الالكتريك ابتدي بقى عملها ترانسفير ثرو واير تو هوم يعني تبتدي بقى القهربة دي تتوزع على المنطقة وعلى المكان اللي هي فيه يبقى اولا انا عملت بيرن لي الكول الكول عمل هيت للووتر سخن المية تمام كده لانه طلع ثرمال انرجي والثرمال انرجي تي طلعت ستيم بخار قوة دفعه شغلت التوربن والتوربن دوت حول القيناتك لإيه لالكتريك وبعدين انا اخدت الالكتريك دي حصلها ترانسفير ثرو واير يعني بدأت تتنقل بقى من ايه من التوربن تروح للايه خلال الواير تروح بقى للايه للهوم تمام كده اللي هي بقى المنازل وقبريت ديفرانس ايه ديفايز يبقى انا بدأت بفيول بارن بروديوس ترمال ترمال انرجي تمام كده بروديوس او يوز ايه هيت ايه هيت ووتر الووتر هيت ميك ستيم اللي ستيم تمام كده عمل ايه ترن توربن حرك التوربن قوة دفع الاستيم حركة التوربن اول ما التوربن تورن جنيريتور التوربن تمام كده دور ال ايه الجنيريتور والمحرك لما الجنيريتور بيحصل له تورن يحول القينتك انرجي تو الكترك انرجي لانه بيتحرك او تمام و بعد ما اخدت ال ايه الالكترك اتحركت جوه ال ايه ال واير and operate ال ايه الديفايس طيب تمام يعني ما فيش حاجة تاني يعني مهمة او الفضل بسيط بيقول لي طيب يعني انه اي بقى المشاكل اللي بتحصل فيه اولا زي ما احنا شايفين الدخانة هو دي كده مشكلة بوليوشن تمام ده برضو بوليوشن اللي هو السويجز اللي احنا بنرميها المخلفات اللي احنا بنرميها في المية طب قال لي اي بقى يعني مسببات ايه مسببات البوليوشن كل مكانة الدولة فيها صناعات او فيها تطور كل مكان في بوليوشن فقال لي مثلا الدخان اللي بيطلع من حرق الوقود بيلوث الهواء المبيدات الحشرية اللي بيستخدمها الفارمرز تمام كده دي احنا بنرش بها الزرع وبالتالي هي بتعمل ايه كارد انتو ووتر كانال فوين رين فول ليد تو بوليوشن سويل اند ايه اند ووتر انا بروي الارض وده بيمشي كله في السويل والايه والووتر يبقى انا لوست الووتر والايه والسويل كيميكال اللي هي الكيميكالز بقى في المصانع في الفاكتورز دي بوليوشن ايه بقى بوليوشن اند صويل اند اير ماهو المصنع بيطلع دخان وكمان فيه مخلفات برميها في الماء وكمان الصويل بتتضر فاذا انا عندي كده مسببات البوليوشن اولا السموك البستيسايدز والكيميكالز كل ده بيلووس لي ايه الار والسويل والووتر طب سام افكتس او امباكتس اللي هي التأثيرات لالار بوليوشن بيعمل فينا ايه الار بوليوشن قال لي السموك افكار 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 موضة دخان بيدخل في منخير يضر الرئة وكمان بي ايه بيضر عنايه تمام كده فهو بيعمل افكار الرئيشن اللي هي التهيج او الحساسية او الحاجات دي ساينتست فاوند ان الاسموك كمان فيه سمول بارتكل الدخان بيبقى فيه سمول بارتكل قطع اجزاء صغيرة قوي 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 فبتعمل ايه بتدخل البريث التنفس بتاع الهيومن وبالتالي بتعمل الرئيش للأيه لللونج and cause damage of A يبقى ازا الاسموك الدخان ليه مشكلتين بيعمل irritation للأيه and the lung وكمان فيه بارتكل صغيرة بتعمل irritation لللونج التهاب رئوي وفي نفس الوقت كمان بتعمل للتشوز of respiratory يعني بتضر انسجة الجهاز التنفسي يبقى احنا ناخد بنا من البوليوشن طيب تمام بعد كده قال لي ايه بقى كمان قال لي burning الفوصل fuel and البوليوشن قال لي ان احنا عرفنا ان burning الفوصل fuel generate electric انا بستخدم الفوصل fuel علشان اطلع الالكتريستي طب ما هو people بحتاجين طبعا الانرجي عشان نشغل trains cars حاجات كتير جدا جدا في حياتنا سواء في الهاوس او في schools او في factories احنا محتاجين الفيول ما نقدرش نستغنى عنه قال لي ان get this energy people from ايه فوصل فوصل ما انا هجيب الكل والايل والnatural gas اللي هما burn in electric power station اللي هما اتحرقوا ويتكوينوا في electric power station produce from burning fuel and generate electricity زي ما عارفنا قبل كده الكل بيحصل له burn يطلع لي thermal thermal heat water produce steam او steam واللي steam بيبتدي يعمل turn turban التربان تشغل الgenerator ويطلع الالكتريستي طيب قال لي ايه بقى قال لي طيب harm burning fuel ايه مشكلة البرنينج fuel فوصل fuel قال لي although burning fossil fuel generate electricity but make pollution هل ده مش هيدر ما بيطلع دخانه احنا لسه عيلين بيعمل irriteration للأي واللونج طب وبعدين مشكلتهم ان انا لما بعمل burning الكل والايل بيطلعوني حاجة مهمة جدا اسمها carbon dioxide gas الcarbon dioxide gas ده بيعرض البيئة المشكلتين يعني اخطر من بعض يعني واحدة منهم يمكن كلنا لمسنا اللي هي global worm والacidrine الامطار الحمضية والglobal worm اللي هو الاحتباس الحراري يبقى burn of fossil fuel بيعملي مشكلتين ايه هم بقى اولا carbon بيطلع لي carbon dioxide carbon dioxide ده بيعمل لي ايه بيعمل acid rain global worm طب ايه الاسدرين قال لي الاسدرين دي لما carbon dioxide combined with water in air تمام يعني الدنيا تكون بتمطر مثلا او في مطرة فيبتدي carbon dioxide يتحد مع water in air الميا اللي في الهواء تمام كده تخيل الدنيا كده بتمطر احماض زي مثلا اللي قدر له كلور او اي احماض مثلا عندما في البيت طب ما دي حاجات لو نزلت على كائن حي هتضر الانسجة بتاعته لو نزلت مثلا على plant هتموته لو مثلا على water هتموت الفش دي احماض احماض يحدي الدنيا بتمطر احماض فقال لي ايه با دي بتقدي lead to a death trees الاشجار هتموت change chemical nature يعني الطبيعة الكيميائية بتاعتها هتتغير يعني المية مثلا المكونات بتاعتها هتتغير بالتالي الفش اللي بتشربها هتموت لانها مش تستحمل طبعا الاسد اللي جواها و ايه كمان قال لي change chemical nature of soil ما انتي بتبطي الارض مثلا ليها طبيعة معين انا بديها احماض هل هتعيش هل الارض دي نفس الطبيعة نفس البلانت اللي بيكبر فيها هو هو لأ ده انا غيرت البلانت ايه طبيعة الارض اللي بيطلع فيها البلانت كمان dissolve some rocks including rocks of a building يعني لما بتنزل على البل بتعمل dissolve للروكس بتفتت الصخور يبقى الكربون ديوكسايد اول مشكلة ليه هي رين اسد اللي هو الاسد رين when كربون ديوكسايد تمام كده combine with water in in air يعني انه هو يتحد مع المية اللي موجودة chemical nature of lake change and the chemical nature of soil change dissolve rock يعني ينزل كده يفتت صخور المبنى يبقى انا كده برضو دمرت البيت او قدت في الاخر ان البيت هيقع مع مرور الوقت طب ايه بقى ال global warming ال global warming دي معناها treping of heat يعني ايه treping of heat يعني حبس الحرارة في الارض نيجي نبص نلاقي الشتاء حر جدا جدا والدنيا حر جدا والصف طويل ايه مو من الاحتباس الحراري نتيجة ان الكاربون ديوكسيد ده بيخلي الحرارة ما بتطلع شي برا الغلاف الجوي فبتفضل موجودة في الايه في الارض فبيقول لي increase amount of carbon dioxide in the air layer يعني زيادة كمية الكاربون ديوكسيد في الاير ده بيؤدي الايه treping heat احتباس الحرارة يبقى global warming treping heat on earth يعني تلاقي درجة الحرارة بتاعتي عالية في الايه الارض وده هو global ايه global warming يبقى الكاربون ديوكسيد اللي جاي من الفوصل fuel burning الفوصل فيول لمشكلتين acid rain global warming acid rain global warming الاسد لما الكاربون ديوكسيد combine with ال water in air global warming increase amount of carbon di oxide increase amount يعني زيادة الكاربون ديوكسيد طب دي بتعمل ايه trip heat heat trip heat يعني انها بتزعلي درجة الحرارة طبعا ناخد بنا من الحتة دي كويس جدا طب decrease carbon dioxide decrease وبالتالي polluting air decrease يبقى انا عايز اقلل global warming acid rain يبقى انا لازم اعمل reduce للانرجي او reduce burning fuel fossil fuel وبالتالي لو انا قللت الفوصل fuel يبقى انا قللت ال carbon dioxide يبقى انا قللت البوليوشن بتاعي تمام كده يبقى دي كده بمنتهى البساطة اخر بارت طبعا هو بيكلمني يعني نفس الكلام conserving fossil fuel ازاي ان احنا نقلل استخدام الفوصل fuel قال لي ان انا ممكن اعمل limit amount of fossil fuel on earth تمام fossil fuel طبعا بيتكون over million years احنا عارفين الكلام ده طبعا ده اكنه ريفيو على اللي فات هو limit طبعا لانه renewable تمام فهو اصلا بطبيعة الحل قليل تمام وان الفوصل fuel over million years بيحتاج millions عشان يتكون can't be replaced quickly ما بلاقيهوش بيتجدد بسهولة لانه محتاج ملايين fossil fuel will run out from earth if we don't reduce احنا لو احنا ما قلناش استخدام الفوصل احنا اصلا مش هللاقيه تمام كده لانه اصلا عايز ملايين فالوقود بطبيعة الحال حيقل وبالتالي احنا هنفقد المصدر بتاع الفوصل fuel طب ازاي انا اعمل conserve قال لي walking or using bicycle ان انا ممكن امشي او استخدم ال bicycle instead of car turning of light نطفي النور لاي روم احنا نط ايه when we not in room احنا مش في القوضة نطفي النور replace fossil fuel برانوبل بدل ما بنولد الالكتوريستي بيه الفوصل نحاول ان احنا نستخدم رانوبل زي زي الووتر زي الويند زي solar energy اولا هي clean don't pollute وفي نفس الوقت هي متجددة وبنلاقيها على طول تمام disadvantage fossil fuel ايه عيوب اللي ايه الفوصل fuel قال لي ان انا عندي some fuels burn release gases زي ما احنا عارفين اللي هو الcarbon dioxide بيسبب لي طبعا ال air pollution will trip of heat اللي هو global ايه warming يعني احنا هنا في البارت ده ما بنقولشي حاجة جديدة وده كان concept three two شرحناه على true part اتمنى انتو تكونوا فيمتوه وتكونوا تذكروا كويس ولو فيه اي حاجة تبعتولي ما شوالله يعني